سلامة ومرحبا بكم لقناتنا الإخبارية الحياة لوفي كيفما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيه على تسريحات مرصد الدفاع عن مدينة الدولة ولي قالت أنه راشد الغنوشي انتهت وفقد شرعيته وبعض الشيء اللي ريناه بالأمس وهو متكلمش ومخديحة قرار سبحان الله دعا المرصد الوطني لدفاع عن مدينة الدولة النيابة العمومية إلى تتبع كل من النائبين الصح بسمارة والسيف الدين مخلوفة بعد اعتدائهما بالعنف على رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة البرلمان المرصد أدانا في بيان له يوم الخميس موقف رئيس المجلس الذي وصفه بالمحتشم وفق رئيس الحكومة الذي عمد إلى تمييع الأحداث بالتعرض إلى اعتداء خيالي ضد أعضاء الحكومة واعتبر أن التعفن الذي وصل إليه مجلس نوبي الشعب برئيس تراشد الغنوشي من تآمر على مصالح الشعب عبر تمرير مشروع اتفاقية استعمارية بالقوة ومن تعنيف ميدي شانية للمعارضين قد أفقده نهائيا مشروعيته وكان مجلس نوبي الشعب قد صادق مساء أمس الأربعة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق بتونس وسط حالة من الاحتقان بسبب إقرار المجلس عرض هذه الاتفاقية على الجلسة العامة وكانت موسيا قد تعرضت أمس الاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان من قبل النائبين الصحب اسمارة وصيف الدين مخلوفة مما أدخل حالة من الفوضى داخل القاعة الجلسة من تنسي وش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي